ولفتح ملف تسليح النيتو لأوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي باتريوت وتأثير ذلك على سير الحرب ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبدالله الأسعد سلام عليكم سيادة العميد حياكم الله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تمتد إلى فترة طويلة هل ترى أن هذا التصريح ورد فعل على تزويد النيتو أوكرانيا بمنظومة باتريوت حاليا؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين مساء الخير يعني في الواقع طبعا قبل أن تبدأ عملية تزويد الأوكرانيين بصواريخ باتريوت طبعا ظهرت منذ أقل من أسبوع هو قصف الطائرات المسيرة الأوكرانية لمدينة كورسك لقصف مطارين هؤلاء المطارين توجد بهم طائرات قاذفات سراتيجية وتم الحاق الضرر بخزان من النفط أو الوقود وتم إحراقه طبعا هذا الموضوع هو تطور جديد في تطوير الصناعة العسكرية الأوكرانية التي كانت طبعا في السابق أوكرانيا تشتهر بأنها عبارة عن مصنع أساسي للسلاح السوفياتي في الواقع نعم الحرب هي طويلة المدى ولدى الأوكرانيين أيضا إضافة إلى الروس نفس طويل في استمرارية هذه الحرب في الواقع نتيجة دعم القوات الأوكرانية بنظام دفاع جوي متطور قبل باتريوت من قبل ألمانيا وبعض الدول أصبح الآن يفوت كثيرا من الفرص على روسيا من التدمير الواسع كما نسميه لبنية التحتية لأنه منذ فترة روسيا قامت بإطلاق ماء صاروخ ضربة صاروخية كثيفة أصابت البنية التحتية ووقتها عندما صابت شضايا صاروخ في بولندا في تلك الهجمة أو في الضربة الصاروخية الكثيفة لذلك نحن باتجاه شيء جديد هو تطوير للصواريخ وتطوير للطائرات المسيرة والسلاح السوفياتي السابق الموجود في الأراضي الأوكرانية أو المصانع الحربية الأوكرانية قد تطول هذه الأزمة وقد تمتد هذه الحرب وربما تستنزف الطرف الروسي أكثر من غيرها نعم هل تمتلك روسيا القدرات العسكرية والاقتصادية لإطالة أمد الحرب برأيك وخصوصا بعد ست سنة العقوبات والتضييق الاقتصادي من قبل الغرب على موسكو في الواقع روسيا له عدة أوجه هذا السؤال على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي والاجتماعي روسيا طبعا ربما كانت عندما سقط الاتحاد السوفياتي كان لديها قوة أسكرية ليست قليلة لكن كان وضعها الاقتصادي متدهور جدا الآن وضعها الاقتصادي متدهور والوضع الداخلي أو الجبهة الداخلية الروسية أصبحت مشتتة وممزقة وكل شاهد موضوع الدعوة الاحتلاثية لبوتين التي طبعا هرب منها الشباب وأصبح هنا تململ ومظاهرات ضمن روسيا ضد هذه الحرب بالنسبة لموضوع إطالة أمد الحرب يعني روسيا طبعا هي الآن تعرف ماذا سيحل بها من موضوع إطالة أمد الحرب فهي الآن تستعين بمرتزقة من الخارج من أجل أن يكونوا وقودا لهذه الحرب والكل يعرف بأن روسيا الآن أصبح لديها في الأراضي الأوكرانية مستشارين وخبراء إيرانيين من أجل موضوع تدريب على استخدام طائرات المسيرة التي جاءت بها روسيا من إيران وأيضا هناك مقاتلين من نظام أسد موجودين على الأراضي الأوكرانية والشيشانيين الذين جاءت بهم قاديروف لذلك يعني هو يجد أن يعتمد على الطرف الخارجي أكثر من الجيش الروسي النظامي طيب هنا أيضا بالحديث عن منظومة الدفاع الجوي باتريوت لماذا كان رد فعل روسيا بهذا العنف وهذا التوتر بحيث قال أنها ستكون في مجال صواريخنا وأسلحتنا يعني المنظومة الصاروخية باتريوت طبعا لديها قدرة كبيرة على اكتشاف الأهداف ومقاومة الأهداف سواء الجوية أو الصاروخية بها سطع راداري كبير تعمل مع حوالي 36 هدف دفعة واحدة التصدي للصواريخ على مسافة 75 كيلومتر إذن هنا أصبحت الذراع الجوية الروسية في خطر عندما تأتي الباتريوت وأنا أتوقع يعني ليس كل ما يصرح به هو حقيقة في الواقع كما يصرح وزير الدفاع وزير الدفاع الأمريكي أنه غير يعني نسموح لأوكرانيا الإطالة أو استهداف العمق الروسي في موسكو أو في داخل روسيا وليس حقيقة لأن الأوكرانيين الأوكرانيين قادرين على استهداف قلب موسكو لكنهم يريدون فقط كونهم يعني المؤكد عليه يريدون أن يظهر العالم بأنهم المظلومين وعندما استهدفوا يعني بالطيران المسير عمق روسيا استهدفوا مناطق عسكرية وأهداف عسكرية إذن في المستقبل ستجد إذا طال أمد حرب وكل يعرف أن أوكرانيا أصبح يعني لديها كم كبير من التدمير في البنى التحتية والطاقة وروسيا تركز الآن على الطاقة الغاز والبقود والكهرباء من أجل الضغط على الأوكرانيين لتوقيف يعني أول السيطة نعم هنا في ضوء هذه الإمكانيات لمنظومة دفاع الجوي باتريوت هل تعتقد أن موازين الحرب في أوكرانيا قد تتغير إذا ما استلمت أوكرانيا هذه المنظومة؟ بالتأكيد بالتأكيد يعني منذ بداية الحرب لاحظنا أن روسيا يعني بهذه الأسلحة التكتكية لا أن أنت ترى بأن هذه الدولة النووية لأول مرة تجد دولة نووية تقاتل دولة أخرى بأسلحة تقليدية وتم فشل هذه الأسلحة التقليدية الروسية في الواقع يعني منذ بداية حرب رأينا تدمير القوات الروسية على مختلف الجبهات والطرقات وعلى محاور التحرب وفشلت في الواقع روسيا بكثير من الأسلحة التقنية هذه الأسلحة اللوجستية التي طبعا هي داعمة في المعركة المشتركة الحديثة داعمة لصنوف القوات القتالية من المشات والدبابات والمدفعية والبحرية لاحظنا كيف استطاع الأوكرام بمساعة الغرب التشويش الإلكتروني على موسكافة وتعطيل أسلحة الدفاع الذاتي عنها وتدميرها في البحر طبعا وهذا النوع من الطرادات العسكرية هي قادرة لحنية نفسها بما تحمل من كل شيء لذلك بالتأكيد سيتطور مجرى المعركة أتوقع على نحو أعمق يعني تصريحات الآن الروس هو عبارة عن قلق ميديديف عندما يقول ربما تندل حرب نوية نعم هو عندما يأتي باتريوت الواقع سيتغير 180 درجة طيب يعني لماذا تأخر إمداد أوكرانيا بمنظومة الباتريوت لغاية هذه اللحظة لماذا لا يمتخذ القرار من فترة قبلها طبعا يعني مجريات المعركة يعني المعركة تبدأ ولا أحد يعرف متى تنتهي تأخر هذا الموضوع نتيجة اتساع رقعة القتال يعني من الناس المحرضين أو من الدول المحرضة على استفزاز الناتو أو تحريض الناتو هي بولندا بولندا التي يعني الآن تحاول تفعيل المادة الرابعة من نظام الناتو طبعا لها يعني هي قلقة جدا ليس هناك دولة محاذة لدولة فيها حرب هي تكون يعني سعيدة ومستقرة دائما جيشها بحالة جهازية قتالية عالية ومستعد للانتقال إلى الجهازية القتالية العالية لأن حدودها هذه الدولة طبعا يعني مهددة في أي لحظة من تساع رقعة حرب نعم من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبدالله الأسعاد شكرا جزيلا لكم